اشتركوا في القناة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ولأخيه حسين هما سيدا شباب أهل الجنة فقال مروان دعنا عنك لقد ضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لا يحفظه غيرك وغير أبي سعيد الخدري وإنما أسلمت أيام خيبر فرد علي أبو هريرة صدقت أسلمت أيام خيبر ولكني لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أكن أفارقه وكنت أسأله وعنيت بذلك حتى علمت وعرفت من أحب ومن أبغد ومن قرب ومن أبعد ومن أقر ومن نفى ومن دعا له ومن لعنى أتنفسون على ابن نبيكم صلى الله عليه وآله بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحبهما الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغدهما فقد أبغدني تعالوا نتعرف على قصة أبو هريرة من الأول بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد اتولد سيدنا أبو هريرة في عام 603 ميلادية وبينتمي أصله الواحدة من أشهر القبائل العربية وهي قبيلة أسد القحطانية بيمتد نسبه إلى دوس بن عدنان ابن عبدالله بن زهران ابن كعب بن الحارث ابن كعب ابن عبدالله اختلفوا في اسم أبو هريرة في الجاهلية والإسلام أكتر من أي حد بسبب اشتهاروا بكنيتو وجاءت في روايات كتيرة على كذا اسم منهم عبد عمر عبد غنم أو عبد شمس ابن عامر وهو ولد ثعلبة بن سليم ابن فهم ابن غنم ابن دوس اليمني فقال ابن الكلبي إنه عمير بن عامر ابن ذي الشري ابن طريف ابن عيان وقيل عتاب ابن أبي صاب ابن هنية وقيل مونية ابن سعد ابن ثعلبة ابن سليم ابن فهم ابن غنم ابن دوس ابن عدثان وقيل ابن عامر ابن عدب ابن عمر ابن عيسى ابن حرب ابن سعد ابن ثعلبة ابن عمر ابن فهم ابن دوز وامه اتقال اسمها ميمونة وقيل اميمة وقيل امينة وقيل صفية وهي بنت صبيح او صفيح ابن الحارث ابن سابي ابن ابي صعب ابن هنية الدوسية والابي هريرة اخي يقال له كريم اما عن خاله قيل هو سعد ابن صبيح وقيل سعيد ابن صبيح الابو محمد ابن قتيبة كان سعيد ابن صبيح خال ابو هريرة من اشد الناس وابن عمه هو ابو عبدالله الاغر اتولد ابو هريرة في اليمن وعجز يغيره من اللي سكن البوادي حياة بدوية خالصة كان يتيم الاب من صغره كان بيرع اغنم اهله ويخدمه الابو هريرة عن نفسه كنت ارعى غنم اهلي وكانت لي هريرة صغيرة فكنت اضاعها بالليل في شجرة فاذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت معها فكان نوني ابا هريرة كان ابو هريرة رجل اسمر داكن عريض من كبين لوض فرطين وكان كريم بيحب الكرماء اسلم ابو هريرة في اليمن على دعوة الطفيل ابن عمر الدوسي قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وده حصل لما راح الطفيل ابن عمر الى مكة المكرمة وقابل الرسول الله عند الكعبة فدخل في الاسلام وصل رسول يدعو قومه للاسلام فلما رجع لليمن اسلم الدوس ومنهم ابو هريرة اصبح اسمه في الاسلام عبدالله ابو عبد الرحمن ثبت النهاجر للمدينة المنورة ووصلها في السنة خيبر لكن الاختلاف كان في انه ادرك القتال وشارك فيه ولا وصل المدينة بعد من تهم للقتال الابن عبدالبر سفرنا مع ابو هريرة فكان يكثر ان يدعون للطعام الى رحله ومن يومها لازم وصاحب رسول الله في حله وترحاله وفي ليله ونهاره لمدة اربع سنوات حتى اخر حياته وعمل في خدمته وكان رسول الله يدعو ابو هريرة فيقول صلى الله عليه وسلم خذ يا ابا هريرة او ابا هر كان حب للرسول شديد فكرس حياته للسماع منه ولحفظ سنته وحاول ابو هريرة انه يدعو امه للاسلام كتير لكنها كانت بترفض وفي يوم عرض عليها الاسلام فمش بس رفضت لكن قالت في رسول الله كلام وحش جدا فرح ابو هريرة الى الرسول وهو بيبكي وقال يا رسول الله اني كنت ادعو امي الى الاسلام فتأبى علي وادعوها فاسمعتني فيك ما اكره فادعو الله ان يهدي ام ابي هريرة فقال رسول الله اللهم اهدها فخرج ابو هريرة من عند الرسول ورح لامه فليل باب مأفول وسمع صوت المية من الداخل فندت عليه امه وقالت مكانك يا ابا هريرة وكانت بتختاسل وبتلبس هدوها فلما فتحت لابنها الباب قالت يا ابا هريرة اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فرجع ابو هريرة للرسول بيبكي من الفرح زي ما بكى من الحزن وهو بيقول يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى ام ابي هريرة فحمد الرسول ربه واثنى عليه وقال خيرا بعدها قال ابو هريرة يا رسول الله اضع الله ان يحببني انا وامي الى عباده المؤمنين ويحببهم الينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبدك هذا وامه الى عبادك المؤمنين وحبب اليهم المؤمنين قال ابو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبني رواه مسلم من وقت وصول ابو هريرة للمدينة لزم المسجد النبوي في اهل الصفة ودل فقراء المهاجرين اللي ملهمش اهل ولا مال عملهم النبي مكان يأويهم في مؤخرة المسجد لما ظلى فعاش ابو هريرة رضي الله عنه ملوش مشاغل من الدنيا مكتف في حياة المساكين وكل سعيه هو ملازمة النبي يدر معاه في بيوت نساءه ويغدمه ويغز معاه شاهد معاه فتح مكة وحج معاه واصبح من احفظ الصخابة لحديثه ومن امثلة حرصه على التعلم انه سمع مرة بيقول من يأخذ هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلمهن من يعمل بهن فالابو هريرة انا انا رسول الله يا ابا هريرة كن ورعا تكن اعبد الناس كن قنعا تكن اشكر الناس واحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مؤمنا واحسن جوار من جاورك تكن مسلما واقل الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب والشيء بالشيء يذكر فنحكي كمان القصة الجميلة دي كان ابو هريرة شديد الفقر لدرجة انه كان بيربط على بطنه حجر من شدة الجواه وفي يوم اهد على الطريق وهو وجعه مر علي ابو بكر فقام الي ابو هريرة وسأل عن اية في كتاب الله واملوا ان ابو بكر ينتبه لحاله لما يكلمه فيعطف عليه بطعام يسد جواه لكن اللي حصل ان ابو بكر رد على سؤاله عن الآية ومفهمش غرضه فمشي بعد شوية مر عليه سيدنا عمر بن الخطاب فسألوا برضو وبرضو عمر ام فصر الآية ومشي زي ابو بكر بعدها مر النبي ففهم وعرف اللي عايزه ابو هريرة فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اباهر فقال ابو هريرة لبيك يا رسول الله دخل مع البيت فليل رسول لبن في قطح فسأل من اين لكم هذا قيل له اهداه لك فلان قال النبي ابو هريرة انطلق الى اهل الصفة فدعه فزال ابو هريرة في نفسه وقال لو ان النبي بعت ليهم يبقى هيدور اللبن عليهم ومش هيحصل منه على حاجة يتأوى بيها بأي تيوم وللته لكن طالما ان ده امر الرسول لازم ينفى جاب معاه اهل الصفة واستاذا بهم على النبي فقال النبي ابا هر خذ فاعطهم فاما ابو هريرة يدور عليهم بقطح اللبن يقف يشرب الراجل منهم لحد ما يرتوي ويشبه وبعدين يديلل لبعده فيشرب لحد ما يشبه لحد ما يشرب اخر واحد وما كانش فاضل في القطح ده الا شوية صغيري فرفع النبي الرأس وابتسم وقال ابا هر فرد علي ابو هريرة وقال لبيك يا رسول الله قال له رسول الله بقيت انا وانت فرد علي ابو هريرة وقال صدقت يا رسول الله فقال الرسول فقعد فاشرب فقعد ابو هريرة وشرب فقال الرسول اشرب فشرب واستمر النبي يقول له اشرب فيشرب لحد ما قال والذي بعثك بالحق ما اجد له مكانا فاخد النبي القطح فحمد الله وسمى وشرب اللي فاضل بعد كده اكرم الله ابو هريرة فتزوج من سيدة كان بيعمل عندها اجير قبل اسلامه وفي هذا يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت اجيرا عند بسرة بنت غزوان بطعام بطني فكنت اخدم اذا نزلوا واحدوا اذا ركبوا يعني امشي اجر ركبه فزوجنيها الله فالحمد لله الذي جعل الدين قوابه وجعل ابا هريرة امامه اما اولاده فهم المحرر وهو من الروع عن الحديث وعبد الرحمن بن ابو هريرة وبلال بن ابو هريرة وابنته كانت زوجة للتابعي سعيد بن المسيم وكان مرة في جلسة من مجالس النبي وكانت الصحابة ملفوفين حواليه وابو هريرة معاه كانوا بيستمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ام لغرض ما واستمرت الجلسة الامانية فترة وطالت فيها غياب النبي طبعا الو على الرسول ان يكون حد من المنافقين اذا او حصلوا حاجة فاموا اولهم ابو هريرة يدوروا على النبي فضل ابو هريرة يبحث لحد ما وصل لبستان من مساتين الانصار وحس ان النبي ممكن يكون جوه البستان ده يدار حواليه يدور عن بابه فملأهوش وفجأة انتبه لجدوى المية صغير بيعدل البستان من خلال فتحة صغيرة في الحيطة كانت الفجوة ضياء نسبيا فنزل على رجله ويده وعد منها فحس النبي بيه لما دخل فسألوا ابو هريرة فرد عليه ابو هريرة وقال نعم يا رسول الله فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك فأخبروا بإن الناس إلقوا عليه وبيدوروا عليه في أنحاء المدينة انبسط النبي عليه الصلاة والسلام بعواطفهم النبيلة ومحبتهم الصادقة إنه يخرج للمدينة وإنه يقول فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وخليه ياخد نعاله علشان يصدقوا إنه أبلوا ويتيقنوا من صدق البشرة أبو هريرة بعد خروجه كان أول حد أبله هو عمر بن الخطاب واللي استغرب وجن علي النبي معاه فأخبروا أبو هريرة بالبشرة لكن عمره زي ما عرفناه دايما بيفكر بعقلانية ووقاعية عالية جدا خف الفاروق أن يساء فهم البشارة النبوية فتؤدي إلى التهاون في الفرائد وترك النوافل والاتكال على رحمة الله فضلم الفاروق عمر رضي الله عنه أبو هريرة بقوة في نصف صدره لدرجة أنه قاعد على الأرض وقال ارجع يا أبا هريرة رجع أبو هريرة للنبي يبكي وعمر ماشي وراه فسألوا النبي إلا حصل واشتكالوا أبو هريرة فسأل عليه الصلاة والسلام عمر يا عمر ما حملك على ما فعلت فسأل عمر تاني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة فلما أكدها علي النبي قال عمر فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم نرجع تاني لأبو هريرة رضي الله عنه واللي كان لطبيعة شخصيته المنفتحة وترم لازمته للنبي تميز بالجرأة على سؤاله عن أمور ما كانش حد بيسأل النبي عنها غير فعشان كده نقل الكثير جدا من أحكام الدين عن النبي ولثقة النبي فيه أو كله بعض الأعمال اللي الأمانة لابد منها في من يعمل بها زي حفظ زكاة رمضان ودي بقى لها حكاية طريفة أن أبو هريرة في سنة من السنوات وكان النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات الفطر واللي كانت بتؤدى قبل العيد بيوم أو بيومي أمسك أبو هريرة للصب يسرق منها طعام لنفسه لكن الرجل ترقاه وقال له دعني أنا ذو عيال وذو حاجة فرحموا أبو هريرة وتركوا فلما أصبح وقات النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة قالوا النبي ما فعل أسيرك البارحة فقال أبو هريرة زعم أن له عيالا وأنه ذو حاجة فرحمته فقال له الرسول أما أنه قد كذبك وسيعود وفعله عدل لص في الليلة التانية فوجد أبو هريرة مترصد له وأمسكه وقال له قلت أنك لن تعود اللص قال هذه الليلة أنا فقير وأنا ذو حاجة ارحمني فرحموا أبو هريرة وتركوا فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك قال أبو هريرة زعم يا رسول الله أنه ذو حاجة وأنه ذو عيال فرحمته فقال النبي أما أنه قد كذبك وسيعود وفعلا عدل لص للمرة التالتة وأمسكه أبو هريرة في المرة دي الرجل قال له دعني أنا ذو حاجة أنا فقير أنا ذو عيال سأعلمك كلمات ينفعك الله بها قال له أبو هريرة ما هي فقابوا للص وقال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تقرأها عند النوم لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا فأل النبي ما فعل أسيرك قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كذا وكذا فأل النبي أما إنه قد صدكك وهو كذوب صدقك بقوله من قرأها لا يزال عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان ولكنه كذوب وسيعود تدري يا أبو هريرة من تخاطب في هذه الليالي فرد علي أبو هريرة وقال لا قال النبي إنه شيطان كان أبو هريرة عند ملكة الحفظ واستعاب قدر كبير من أحاديث النبي وأفعاله وبيخب بأسباب الحفظ والتذكر لأمثال في دا لما في يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى مما قالتي شيئا أبدا ويقول أبو هريرة فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضي النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فهو الذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت شيئا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم معنى كلامه إنه كان بيروي كل ما عرف عن النبي خوفا من أنه يكتم هدى الإسلام فيكون ممن تقصدهم الأيات دي وعشان كده كان زي ما قال عنه الإمام الشافعي إنه أحفظ من روى الحديث في ظهره فقال أبو هريرة عن نفسه ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه من لي إلا ما كان من عبد الله بن عمر بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب كان الصحابة نفسهم بيقولوا أن أبو هريرة أكثر حد روى الحديث وإن المهاجرين والأنصار اللي عاشوا مع النبي من أول البعث أو الهجرة أقل منه في رواية الأحاديث فكم يرد عن نفسه يقول يقولون إن أبو هريرة يكثر الحديث ولله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني يعني يلزم يخدم مقابل الكفاف أو رجاء الصدقة فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسلون أما عن مشاركة أبو هريرة في الجهاد فهو شاهد وشارك مع رسول الله في غزواته من أول مجال المدينة بعد خيبر وبأول أبو هريرة عندها قدمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر سنة سبع وأنا يومئذ قد زدت عن الثلاثين سنة بسنوات وأقمت معه حتى توفى أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه وأنا والله يومئذ مقل وأصلي خلفه وأحج وأغزو معه يعني هو شارك في فتح مكة وغزوة حنين وتبوك وموتها حتى جاء أسوأ يوم في تاريخ المسلمين ألا وهو موت الحبيب صلى الله عليه وسلم حزن علي أبو هريرة حزن شديد استمر يجاهد في سبيل الله وشارك في عدد من المعارك في عهد الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول تولى خلافة المسلمين الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وفي عهد خلافة أبو بكر رضي الله عنه شارك أبو هريرة في حروب المهتدين وبعد موت الصديق أبو بكر تولى عنه الخلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد خلافة الفاروق شارك أبو هريرة في موقعة اليارموك وولى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين ورجع بعد وليته للمدينة بعشرة آلاف دره فاتهم عمر بالاعتداء على حق الله وحق المسلمين فأنكر أبو هريرة فقال له عمر فمن أين هي لك؟ فقال أبو هريرة خيل لي تناتجت وغلة رقيق لي وأعطية تتابعت عليه سيدنا عمر عزل أبو هريرة لما شكف مصدر أمواله لحين ما يتحقق منها فلما صلى أبو هريرة الفجر قال اللهم اغفر لعمر ولما نظر عمر في المسألة والأهزة يوم أبو هريرة قال حاب بعدها فترة أنه يولي أبو هريرة مرة تانية لكن أبو هريرة رفض بعد ما شاف حزم عمر على ولاة أبله فقال له عمر مشجعا قد عمل من هو خير منك يوسف عليه السلام قال جعلني على خزائنا الأرض فرد علي أبو هريرة وقال يوسف نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخاف منكم ثلاثا واثنتين وأخشى أن يضرب ظهري ويجتمع عرضي ويأخذ مالي وأكره أن أقول بغير حلم وأحكم بغير علم ومن بعد الموقف ده أقام أبو هريرة في المدينة المنورة يحدث طلاب الحديث ويفت الناس في أمور دينه ويعتزل أمور الحكم والولاية وبالرغم من ده ما كانت شف معزل عن اللي بيدور حوله من أحداث فالهي أنه كم من المناصرين المدافعين عن عثمان بن عفان وبيحكي أبو هريرة عن نفسه فقال قلت له عثمان يوم الدار يا أمير المؤمنين أنفرجهم عنك بالضرب فقال لا إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا فرجعت ولم أقادل وده كان الجميل اللي حفظه الأمويين لأبي هريرة وإنه كان رغم حسن علاقته بالأمويين إلا أنه خالف مروان بن الحكم وقت دفن سيدنا الحسن عليه السلام سيدنا الحسن رضي الله عنه حفيد النبي اتأتى المسموم وأوصى أخو الحسين بدفن مع جد النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض مروان بن الحكم سيدنا الحسين وقال لا يدفن عثمان في حش كوكب ويدفن الحسن هاهنا فاجتمع بن هاشم وبن أمية وخرجت الأسلحة فألا أبو هريرة المروان يا مروان أتمنع الحسن أن يدفن في هذا الموضع وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ولأخيه حسين هم سيد شباب أهل الجنة فأل مروان دعنا عنك لقد ضاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لا يحفظه غيرك وغير أبي سعيد الخدري وإنما أسلمت أيام خيبر فرد علي أبو هريرة صدقت أسلمت أيام خيبر ولكني لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أكن أفارقه وكنت أسأله وعنيت بذلك حتى علمت وعرفت من أحب ومن أبغد ومن قرب ومن أبعد ومن أقر ومن نفي ومن دعا له ومن لعن أتنفسون على ابن نبيكم صلى الله عليه وآله بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحبهما الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني عاش أبو هريرة نصحا للناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ومما يحكى عنه إنه في مرة كان بيمر بسوق المدينة فشاف الناس اشتغلوا بالدنيا فوقف في وسط السوق وقال يا أهل السوق ما أعجزكم إن ميراث رسول الله يقسم وأنتم هنا ألا تذهبون فتأخذوا نصيبكم منه فقالوا وأين هو فقال لهم أبو هريرة في المسجد فطبعا الناس جريت إلى المسجد بعدين رجعوا الأبو هريرة فقال لهم ما لكم رجعتم فقال لهم يا أبو هريرة قد ذهبنا إلى المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم فقال لهم أبو هريرة وماذا رأيتم قالوا رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يذكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة فذاك مراث محمد صلى الله عليه وسلم طبعا الموقف ده باين جدا فيه تأثر أبو هريرة بطريقة النبي في الهداية ويرشد الناس للدين ومما يحكى عنه إن مروان بن الحكم وهو والي على المدينة حبي يختبره فأمر كاتبه أن يجلس خلف ستار وجاب أبو هريرة يسأله عن الحديث والكاتب بيكتب براه وبعد سنة كرر مروان نفس المجلس وأمر كاتبه بإنه يقارن بما كتب وكانت النتيجة إن حديثه فضل واحد بالحرف فأل له مروان تعلم أن قد كتبنا حديثك أجمع فأل أبو هريرة وقد فعلت قال له مروان نعم فأل له أبو هريرة فقرأه علي فقرأوا مروان بن الحكم علي فأل أبو هريرة أما إنكم قد حفظتم وإن تطعني تمحيه فمحام روان وأل أبو هريرة أرويك ما روينا يعني طلب منه يمحي الحديث المكتوب ده وده كان النهج اللي مشع للصحابة في السنوات الأولى بعد وفاة النبي وطلب منه يروي شفاهيا زي ما هو بيعمل أما عن المواضيع اللي بتتفتح عليه وأخصها موضوع رواية الحديث والكلام الكتير بين حاقد وشكاك ومحب ومغالي أولا الإفراط في رواية الحديث كم من الأصول اللي بتستخدم في التشكيك في روايات الأحاديث اللي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها وصلت 5374 حديث وهو رقم ضخم بالنسبة لبقى الصحابة وده ذكر الذهبي في ترجمة لأبو هريرة في كتاب سير الأعلام النبلاء وإن أحاديث أبو هريرة بلغت في مسند بقي بن مخلد خمس تلاف تلتمية أربعة وسبعين حديث ومسند بقي بن مخلد هو كتاب جمعه أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبي في الأندلس في القانة الثالث الهجرة تحديدا والكتاب مفقود بمعنى إن ما عندناش منه نصخ كاملة دلوقتي مش بمعنى إن الأحاديث اللي فيه مش موجودة في باية الكتب أول حاجة قبل ما نناقش المعلومة وسبب كثرة الأحاديث عن أبي هريرة لازم الأول نشوف أصل الرقم ده ونفهم معنائي في الإصطلاح اللي تقال فيه عشان لما نتكلم عن أبو هريرة أو أي حد من المحدثين عموما نفهم الكلام على مقصوده فالحديث في إصطلاح المحدثين بيتقال على سند ومتنى على أي درجة من درجات الصحة وبالتالي بتترتب على ده مسألتين أولا إن الحديث الواحد لو رواه أكتر من راوي كل روي منهم حديثه بيعدل وحده حديث يعني لو فرضنا أن أبو هريرة قال كلمة واسمحها منه عشرة ولعشرة كل واحد سمع منه عشرة وسجلنا كل الطرق دي بقى عندنا ميت حديث عن أبو هريرة مع أنه قال الكلمة مرة واحدة بس طبعا محدش بينقل ميت رواية لنفس الحديث عن نفس الصحابي لكن ده مجرد مثال بالأرقام للتفهيل ثانيا المسند ممكن يبقى حديث قوية وصحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة وكلها اسماء حديث في الأحصى وده قبل النظر في ردبتها حتى في الكتب اللي اعتند بناء للصحيح بس ممكن يظهر فيها أحاديث ضعيفة أحيانا من باب المتابعة وتقوية معنى حديث صحيح وممكن طبعا أحيانا زلت عالي يعني جزء كبير من الرقم ممكن يبقى ضعيف أو حتى موضوح وإن كنا منقدرش نقدر العدد دلوقتي بالتحديد لأن الكتاب زي ما قلنا مش بين إيدينا لكن نقدر نبص عليها في الكتب اللي وصلت لنا وهتظهر لنا الصورة بشكل أوضح فلو رجعنا لصحيحين مسلم والبخاري وهو أكتر الكتب عناية بإرادة صحيح فقط فهنلاقي أن العدد نزل لقرب 600 حديث ومنهم 18 تقريبا فيهم كلام على سندهم لأبو هريرة ولو أضفنا لهم أحاديث من باقي الكتب ومش مكررة في الصحيحين وما فيش من سندهم خلاف هيوصل الرقم تقريبا لـ 650 حديث ولو بعد كده بصينا للأحاديث اللي انفرض بيها ولم يرويها أحد غيره من الصحابة فالرقم هيئل تقريبا من 20 لـ 30% وهنا ممكن حد يقول مازال الرقم كبير بالنسبة لواحد عش مع النبي 3 سنين بس على قال لتأدير يعني وخصوصا أن مش كل الأحاديث اللي رواها أبو هريرة ووصلت لنا بسنة ضعيف معناها أنه لم يرويها فعلا هنا وزي ما قلنا في حلقتنا أنه هو رض بنفسه على الكلام ده وقال أنه كان ملازم للنبي ومش منشاغل بعمل أو مال أو غيرهم من شؤون الحياة زي بقى الصحابة وكذلك ناخد بلنا أن أبو هريرة موقفش في طلب العلم عندما سمعه في حياة النبي ولكن نقل ما سمعه من الصحابة وتعلم منهم الحديث اللي ما سمعوش بنفسه وهنا برضو ممكن حد يقول بس إيه السبب أنه وصلنا عنه رقم ما وصلناش حتى عن كبار علماء الصحابة زي ابن مسعود وعلي ابن أبي طالب هنا لازم ننتبه لحاجة مهمة جدا أبو هريرة كان من مجموعة من الصحابة وسمهم المحدثين المكثرون وأكثرهم بعده ابن عباس وابن عمر وأم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه لو بصنا لمجموعة دي هلا يأوصف مشتركة فاصررنا اختصاصهم بزيادة الرواية عموما وأبو هريرة خصوصا وهو الغمر فهلا أن كل الأسامي اللي ذكرناها دي كانوا صغيرين في حياة النبي كانت لهم الفرصة يشوفوه يسمعوا منه ثم أنهم عاشوا مدة طويلة بعده فاستقبلوا في سنواتهم دي طلاب العلم من التابعي ومع استمرار التساؤل من طلاب العلم استمر استرجاع المناسبات والمواقف اللي عاشوها معنا فنقلوا للسائلين جزء كبير من اللي سمعوه وشافوه من سنة النبي وده غير أن كان لهم لازمة طويلة أو قرابة للنبي فكانوا قريبين كمان لكبر الصحابة واستفادوا منهم وسمعوا منهم كتير من اللي فاتهم من سيرة النبي كان فيهم الشخصية المنبسطة والتفارغ للتعليم عكس بعض العلماء والصحابة اللي شغلتهم أمر الحكم والحروب أو عاشوا حياة أقرب للعزلة وانشغلوا عن الناس بالعبادة وما شابه فكان أبو هريرة بيسمع وهو في باله يسمع كلام النبي عشان يقدر ينقله ويرتقي بالعلم ده وطبعا حصل برضو للأسف أن كتر رواياتهم للأحاديث معناه جعلتهم غرض أسهل للي عايز يضع حديث مجذوب أنه ينسبوا الأبو هريرة أو أحد المجموعة اللي اشتهرت بكثرة الرواية عموما وده دخم العدد المتناقل زي ما سبقوا أنه لعدة ألاف ثانيا كتمانه لبعض العلم النبوي الشريف وأصل المسألة دي أحاديث ألها أبو هريرة بنفسه فقال خفزت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ما حدثتكم بها ولو حدثتكم بحديث منها لرجمتموني بالأحجار قال الحسن البصري صدق والله لو حدثهم أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس يعني يصد أحداث زمن يزيد بن معاوية والحجاج وفي موقف تاني أو لفظ تاني لنفس الموقف قال خفزت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائينه فأما أحدهم فبثسته وأما الآخر فلو بثسته قطع هذا البلعوم وروا أبو هريرة عن النبي هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش فألمروان غلمة قال أبو هريرة إنشيت أن أسميهم بني فلان وبني فلان ورد عنه أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان قال ابن حجر يشير إلى إمارة يزيد بن معاوية والأمثلة بتوضح نفسها بنفسها لو نظرنا للوقع التاريخي اللي كان أبو هريرة عايش فيه ومن الظاهر أنه كان بيكتم من مسائل الفتن أو أسماء المنافقين وغيره ومن الأمر اللي حصلت بعد وفاة النبي أخبر بها بعض الصحابة ولفظ فلو بثسته قطع هذا البلعوم يحيي أنه أمره زمانه إما هم بعينهم اللي هو فيه الأحادث المكتومة أو هيكونوا من ورثته والأحادث من النوع ده مش حاجة نفرض بها أبو هريرة ولا هو الوحيد اللي سكت عنه فحذيف بن اليمان مثلا أخبره النبي بأسماء المنافقين وأمروا أن يكتبه ثالثا اطانف محبته لعلي وأهل بيته رضي الله عنه هنا نسمع روايات عن ألاقته بمعاوية في فترة ملكه وخلفته على المدينة في أوقات ومن أبلها لما اعتزل القتال في صفين اللي روى فيها بعض جميع التاريخ أنه لما حضر في صفين كان بيصلي في معسكر المدينة وياكل في معسكر الشام ويطلع الجبل وقت القتال ويقول الصلاة خلف علي أتم وصماته معاوية أتسم وترك القتال وأسلم وهنا أول حاجة لازم نفهمها في التاريخ وفي الحاضر وفي كل وقت إن العالم مش منقسم لأبطال وشياطين وبين الدرجتين درجات كتيرة من الصلاح والفساد فيما بين الناس بل وفي الصفات الإنسان الواحد وفي الشك إن ترك القتال مع علي بن أبي طالب ضد الفئة الباغية خلاف الكمال كما ورد في الآية الكريمة وخلاف أمر النبي لما أخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه وأحب من أحبه وأبغد من أبغده وانصر من نصره واغذل من خذله لكن العداء درجة والبغد درجة والخذلان درجة بينه وبينهم درجات ومش كل الخيرين توقفوا لأخلص درجات البطولة وأنفز مراتب البصيرة في مواضع الفتنة والحكم على إنه كان عدوه من أعداء علي وقال بيت النبي حكم لا يستقيم فحق راجل اعتذر القتال في كل المعارك من أول مقتل عثمان وهو سمع وروا الحديث ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي وأحيانا يكون القعود في حق البعض أولى من المشاركة وفي أحد الروايات إن عمار بن ياسر لما خرج من الكوفة وأبو أبو موسى الأشعري ذكر له نفس الحديث فقال عمار يا أيها الناس إنما قال له وحدة أنت فيها قاعدا خير منك قائما فقعود اللي ما يقمنش من نفس الإصابة ولا على نفس السلامة أولى في حقه من الخروج وهو حال أكثر الناس في أحوال الفتن وزمان الزلام ولو جمعنا مع داما وقفوا المروان اللي حكناه في دفن الإمام الحسن ومن قبلها فيما ورد عنه إنه قابل في حياته فقال أبو هريرة لسيدنا الحسن إيئذن لي أقبل منك حيث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منك هيكون أبو هريرة في مجمل الأحوال راجل طلب السلامة في وقت كتر فيه الغلط ودي في حد ذاتها مش معيبة وبالتأكيد مش دليل يصلح إننا نمسح بي أي فضل في حياته ونطعن في صدقه ونزهته رابعا رواية الإسرائيليات وإدخال عقائد يهودية للإسلام اضع البعض إن أبي هريرة رضي الله عنه كان بيروي أحاديث اليهود أخذها من كعب الأخبار ونسبها للنبي زي أحاديث خلق الله آدم على صورته ولطم موسى عليه السلام عين ملك الموت وأحاديث غيرها بالفعل أبو هريرة كان بين وبين كعب حديث وتبادل الروايات عن النبي وعن بني إسرائيل ولكن هل منشأ الخلط بين كلام النبي وكلام اليهود من أبو هريرة نفسه؟ لو رجعنا لأصل الكلام ده وبديته هل لاي في رواية الإمام مسلم؟ قال لنا بسر بن سعيد اتقوا الله وتحفظوا من الحديث فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله ويحدثنا عن كعب ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والظهر من الكلام هنا إن بعض كلام كعب الأحبار دخل فعلا من طريقة أبو هريرة في الأحاديث عن النبي لكن مش بقوله وإنما بن سيام بعض الحاضرين وضعف حفظه يعني مش تدليس أو سوء حفظ من أبو هريرة نفسه واللي كان بيحافظ على الفرق بين كلام النبي وكلام كعب الأحبار هنا ممكن حدي يتساءل هو لأبو هريرة أصلا كان من الإسرائيليات الحقيقة أن ما كان شابو هريرة اللي بنالها ولكن كتير من المسلمين وخصوصا بعد زمن كبار الصحابة كان لدى الكثيرين ولعوا اهتمام بأخبار الكتابيين وخصوصا إلى عجائب وأخبار بداية العالم ونهاية الإنسان والأصل في الأخبار دي عن النبي لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم تقدير إن الكلامهم في صدق زي بفي تبديل والغرض من نقل الأخبار عنهم في الأصل مش الاحتجاج قد يكون أحيانا منقول لمجرد الاستئناس والاحتمال وخصوصا إنه كملوش أثر في أصول الاعتقاد أو الأعمال ولو مش لنا للآخر وقلنا أن أبو هريرة ففعلا غلط فهتكون غلطته أن نجمع كلام النبي في نفس المجلس مع كلام كعب من غير ما يضع في حسبانه الخلط اللي ممكن يحصل عند الناس اللي قاعدين يسمعوه ولما نشوف ده يبقى الحل هو النظر في الآثار المشكلة دي سواء في سندها الموصل لأبو هريرة والتأكد من سلامتها أو تحليل المتن على القواعد العلمية السليمة مش إنكر أبو هريرة بالكامل أو اعتباره أصل الضلال أو الكد هل معنى الكلام ده كله أن أبو هريرة كان معصوم السمع والذاكرة واللسان ونقل كل كلمة في حياته زي ما تقالت بالحرف لو قدرنا نقول كده هل نقدر نقول إنه فيهم كل كلمة في كل حديث في موقفها بشكل كامل أو إن اللي نقلوا لنا روايته تنطبق عليهم نفس المميزات دي؟ طبعا ما حدش يقدر يقول كده ولا عن أبو هريرة ولا عن غيره حتى الصحابة خلفوا أحيانا وخلفوا بعض عموما ولكن بالتأكيد مش من الإنصاف ولا المنهج العلمي والتاريخي اعتباره والضاع كداب وليمكن إنكار اللي وصلنا منه بالمجمل من الأصل الخلاصة إن أبو هريرة كان صحابيا مكتهدا يرتجي نقل سنة النبي وإبقائها بين الناس العبدالله بن رباح سافرنا مع أبي هريرة فكان يكثر أن يدعونا للطعام إلى رحله وكان بيميل إلى المزاق من الحكاية اللي بتتحك عنه إن رضي الله عنه كان في السفر فلما نزلوا وضعوا السفر وبعثوا لأبو هريرة وهو بيصلي فقال إني صائم وقبل ما يأموا من على الأكل جاء أبو هريرة فأكل معاهم فبصوا للرجل اللي بعثوا لأبو هريرة وقال لهم إنه صائم فقال الراجل ما تنظرون قد الله أخبرني إنه صائم فقال أبو هريرة صدق إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم رمضان وصوم ثلاث أيام من كل شهر صوم من الظهر وقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر فأنا مفطر في تخفيف الله صائم في تضعيف الله فكأنه يعني جمع المزاح والتعليم وفرغ نفسه للصلاة في موقف واحد كان أبو هريرة إذا رأى الجنازة فقال روحوا فإن غادون أو اغدوا فإن رائحون وروى أنه لما حضرة الوفاة بكي فقيل له ما يبكيك قال على قلة الزاد وشدة المفهزة وإن على عقبة الهبوط إما إلى الجنة أو إلى النار فما أدري إلى أيهما أصير وقال اللهم إني أحب لقائك فأحبب لقائي وكان وصية أبو هريرة لما حضر الموت قال إذا مت فلا تنوحوا عليه لا تضربوا على فستات ولا تتبعوني بمجمرة وأسرعوا به وكانت له أبل وفاته دار في ذي الحليفة تصدى بها على موليه توفى أبو هريرة بعد مرضه وكان عمره ثمانية وسبعين سنة وأجمعوا إنه مات ما بين سنة سبع وخمسين وتسع وخمسين هجريا وكانت وفاته في ودي العقيق ونقلوا بعدها إلى المدينة وصل على الوليد بن عدبة أمير المدينة المنورة وقتها بعد صلاة العصر وشياع عبدالله بن عمر وأبو سعيد الخدري والدفن في البقية رحم اللهم اللازم وصاحب رسول الله في حله وترحاله وليله ونهاره وعمل في خدمته حتى آخر حياته وعفى عنه وعنا وعن المسلمين وبكده تكون خلصة حلقتنا ياردتوا لنا إرائيك وما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد وادخل تفرج على الحلقات اللي فاتت واستنى الحلقات اللي جاية وخمينوا معنا مين بطل حلقتنا اللي جاية من الصحابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر